بوابة جديدة من الغوطة الشرقية تطل على العاصمة دمشق إنها مدينة حرستاء التي تقع على تماس مع طريق دمشق حمص الدولي وبسبب موقعها الهام عمد النظام جاهدا لبسط سيطرته عليها مسخرا لذلك جزءا من قوته العسكرية وصابا جام غضبه عليها وذلك بقصفها بكفة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران الحربي بهدف سيطرته عليها وإخضاعها القصف لم يستسني بيوت الله التي غدت شبه مدمرة إضافة إلى تدمير منازل المدنيين وإحراقها قصف شديد يمطر به النظام المدينة حيث يقول ساكنوها أن الصواريخ تأتيهم من أمامهم ومن خلفهم ومن حيث لا يشعرون وأن اشتضاد القصف العشوائي أدى إلى نزوح أكثر من 350 ألفا وتهجيرهم خارج المدينة اليوم جميعهم أصبحوا نازحين والنظام ما يزال يحاول الدخول إلى المدينة واستعادتها ولكن الحمد لله بفضل الله وفضل سواعد أبطال الجيش الحر ما تزال المدينة صامدة ومحررة حتى الآن يقول من تبقى من السكان فيها أن الوضع الإنساني مأساوي جدا فهناك قصف وحصار خانق وانعدام لأبسط مقويمات الحياة حيث أن النظام عمد إلى قطع كل ما يساعد الإنسان على البقاء واستمرار الحياة وأولها مادة الطحين إضافة إلى المواد الغذائية الأخرى وبعد أن قصف النظام الأفران اضطر السكان إلى العودة للوسائل البدائية الأولى والتي تمثلت في استخدام الصاج في صناعة الخبز إضافة لاستخدام الحطب كوقود في ظل هذا الصمت الدولي وعدم تقديم المساعدات الإنسانية يبقى هذا الشعب وحيدا أمام طاغية لم يرحمه يوما رغم طول المعاناة أدوات طبية ما في شيئا